السلام عليكم أخوتي معكم أخوكم شرف الدين لا أعلم أن نقوم بعمل فيديوهات في هذا الوقت لكن كان لازم نقوم بعمل فيديوهات ونحكي على وش راه صاري الآن للأسف الشديد يا أخوتي والله إغلال للأسف الشديد ما فهمنا لش ليمت هذا والله رب يجيب الخير وخلاص كل نهار نسمع أخبار ماشي مليح والله كارثة طريق العبادية مغلوق في الاتجاهين نحو العطاف بسبب يا أخوتي اشتباك مع مجموعة كرادة الجبال فهمتوهم نرمى مفهمتوهم كرادة الجبال وتم تصفية تحهم على حساب وجقاله صفا وزوج في عين المكان والباقي صارت بيناتهم مراك روشاج بين الجيش الوطني الشعبي ولادنا وبين يعني قرادة الجبال وكان أخبار يعني ماشي مؤكدة أنه كان سيد ومراء يعني المراء تاعه كانوا فيتين من المكان هذك قللك بلي سيد قاسوه تبليسة قاسوه جماعة القرادة هذوك والمراء تاعه راهي كومة معلابة ليش هل الأخبار مؤكد أم لا لكن هذه الأخبار كامل يعني من شهود عيان والله وش نقول لكم معلابة لكم بلي كارثة على الصح أيضا يا أخوتي رأيكم تشوفوا هنا فيديو شوف الفيديو أخوي الجزائري تفرج مليح وش راه صاري تفرج كما رأيكم تسمعوا صوت طلقات النار يعني راهي مديرها حالة كارثة رب يجيب الخير في بلادنا وخلاص أخوتي يعني ما شوفوا ما يبدوا يخرطوا عليكم ما يبدوا يكذبوا عليكم ما يبدوا يخلقوا إشاعات وهذه هي حكاية الإنقلاب ما كي نوال وكي رادت الجبال أعطوهم الحس وعلى حساب الأخبار الثاني اللي وصلتني يعني آخر الأخبار أنه أعطوهم الحس كامل جابوا لهم رقات كامل ومازال خير للقدام يا والله غير السقلة تديوا غير السقلة وما عندكم ما تربحوا من الأخر فالتحية الجزائر اليوم وغدوة وتحية الجزائر اليوم وغدوة حبيتوا زعماء؟ رجعونا للعشورية يو الشعب فاقها لكم وما راحش نرجع لهذاك الوقت ما راحش نرجعوش كوني ما زل عايش في الجبل إلا الحيوان إلا الإنسان ما يحشمش إلا الإنسان يعني اللي يقدر يقعد بلادوش ينمسخين يلفايحين تحية بلادي وتحية الجزائر وتحية الجيش الوطني الشعبي سلام عليكم ورب يجيب الخير هذا ما كان يالجزائرين اللي يد في اليد اللي أمد هذا وراهي ما تعجبش من الأخر اشتركوا في القناة